ليت الذين يدعون المرأة إلى التفكك الأسري وإلى تركبتها وإلى طلب الطلاق يستمعون إلى هذا بإمعان لذلك لما جاء جبريل عليه السلام قال هذه خديجة قد أقبلت بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وأقرئها أن السلام يقريها السلام تب لما لم يقل بشر خديجة بالقصر في الجنة من قصب ستنا السيدة خديجة من كمالها أنها هدأت البيت وهيأت البيت وأعانت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بناء البيت فكان جزاؤها في الجنة بيتي تكون هي عمدته أنت شفت لما يقولوا كده في الريف عندنا ده بيت فلان في الجنة بقى بيت خديجة يكون فيه سيدنا الحسن والحسين والسيدة فاطمة هي العمدة بتاع العيلة ببيت في الجنة على قدر الله على قدرة الله لامرأة قال عنها صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها قط هي التي أعطتني حين حرمني الناس هي التي صدقتني حين كذبني الناس ورزقني الله منها الولد بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب والقصب ده هو اللؤلؤ المجوّف قصب برباني قصب يشير إلى قصب السبق لأنها أول من سبقت في ليلة يا أولاد ستنة سيدة خديجة في ليلة كانت هي الإسلام ليلة مجاه صلى الله عليه وسلم ينام في لحافها يرتعد من الواحي ويقول زملوني زملوني في لحاف من تزمل حضرة النبي نودي بفراشها نودي بلحافها إهدى هذه المرأة إذا اتصفت بهدوء الحال في البيت أطاعت زوجها صلت خمسها حصنت فرجها كان لها من الله الجنة ولا شك رضي الله عنها واسته بمالها واختارته فقيرا لما رأت فيه من نور واختارته صلى الله عليه وسلم على أساس رباني وعلى معنى روحاني ساقها إلى محبته وضحّت من أجله بكل مالها وكل حالها وأعطاه الله منها العيال ولم يكن لغيرها فكانت جدة أهل البيت وإيه؟ وصاحبة البيت في الجنة هذا البيت في الجنة يا أولاد مش قطنه صالة لا دا بيت معنوي بمعنى أن هي إيه؟ هي سور يظلل على مقام سيدنا الحسين في الجنة سور جواه سيدة زينب في الجنة سور جواه سيدة زينب بنت الرسول السيدة مكرسوم السيدة رقية السيدة فاطمة الزهراء وكل من تناسل من زرياتهم إلى يوم القيامة كلهم ستنا السيدة خديقة لها الإحاطة عليهم وبهذا الصبر العالي وهذه التضحيات من أجل كرامة الزوجية من أجل كرامة الإنسانية من أجل إحياء الأسرة صارت قدوة لغيرها في ذلك